نظرة تانية لمسطرة الجيتار وللسلالم. انت هزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بكم. احنا بقى دلوقتي عدينا شوية في موضوع الباترنز. الباترنز يعني ان انا بحفظ ان انا بحفظ شكل معين لصوابعي لو طبقتوا يطلع لي سلم ماجير مسلا. وانا مغمض. اتنين اربعة واحد اربعة واحد تلاتة اربعة واحد تلاتة اربعة تلاتة اربعة اتنين اربعة واحد اتنين فانا اما حفظت الباترن ديت مغمض اقدر اعزف السلم اللي انا عاوزه طالما انا الصباح بتاعي بيبدأ عند النوتة اللي انا عارف اساس السلم منها ايه? واشتغل. احنا عايزين نفهم مصطرة الجيتار فهم اكتر من كده. ده هيساعدك في حاجات كتيرة او انك انت وانت بتشتغل وتعمل تبقى حاسب المسافات وانت بتشتغل مزدروري تبقى عارف انت بتعمل ليه دلوقتي. ازاي? لو انا اخدت مسلا الباترن ديت في السلم المجاهل. اتنين اربعة واحد اتنين اربعة واحد تلاتة اربعة. فانا اشتغلت من اساس لاساس. من نوتة للاكتاف بتاعها. بالزبط كده سبعة سبعة نوت والتامنة بتاعتهم الاكتاف. انا ابتديت عالوطر السادس. بالسبعة التاني. بين اربع الاوطار الاولانين اللي فوق خالص دول مسافة ربعة. كل واحدة منهم زي التانية مسافة ربعة. حتى بنزبطهم على بعض. بنزبطهم كلهم مع بعض. فلما باج ازبط الوطر لا مثلا بحط ايدي على مي في الوضع ال لا. واما ازبط الوطر ال ري احط ايدي على الله ايدي ري. واما ازبط الوطر السول بحط ايدي على الوطر ال ري. فدول مزبوطين رابعة مع بعضهم. يعني لو انا بدأت في الوطر التاني مسلا وعملت نفس الباترن لغاية الوطر التالت هيعمل بنفس الباترن صح. طب نجرب كده. اهو على الوطر الخامس. حطت الصبع التاني. ايه هي نفس? نفس المسافات بتاعة مجير من اللا بقت عندي دلوقتي على الري. فانا ممكن اتحرك نفس السل من المجير اتحركت بنفس مسافاته بس على وطرين مختلفين بنفس الباترن بتاعتي. الله ده الباترن ده انا حفظنا اربعة خمسة. الاربعة خمسة ده واتطولك المسطرة كلهم. ده ايه كمان? كل باترن فيها جزء. كل الجزء ده ما اتكرره كل ما تعمل نفس الباترن. طيب لو انا جيت بقى على الوطر التالت اللي هو اساسا مسافته ما بينه ما بين الوطر التاني دي مش رابعة. دي مسافة يعني بتبقى رابعة نقصة. نقصة نص تون. يعني مسافة رابعة نقصة نص تون فيها. لما باجي ازبط الوطر السي باتحرك خانة بس وراء. وبس من الوطر التاني للاولاني رابعة كاملة برضو. فبزبط الاتنين على بعض. لو انت بتعرف تزبط الاوطار على بعضية هتفهم انا بقول ايه بالزبط. فلما باجي اعمل بدل ما هعمل في الباترن ده اتنين اربعة واحد اتنين اربعة هيبقى واحد تلاتة لان الوطر التاني ابقى تحتها على طول. واحد اتنين اربعة واحد تلاتة اربعة اي مكان هعمل منه الباترن ديت هتطلع لي سلي مجير طالما انا بحط على الوطر صباعي نمرة واحد واحد تلاتة واحد اتنين اربعة واحد تلاتة اربعة بس على الوطر التالت. فانا ممكن دلوقتي بتاعت السلالم بتاعتي تشعبت كتير قوي. كل واحدة منهم اقدر ان انا اعمل منها آآ سلالم من اي حتة في المصدرة بتاعت الجيتار بتاعك. مش كده بس. ده انا كمان ان انا ممكن استعمل تانية مع بعضيهم في 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 ان انا اكملهم ببعض. يعني مثلا دي انا انتهيت هنا عند الدو. ممكن اكمل بعدهم الباترن التاني. طبعا عندي اتنين اكتاف دلوقتي. فانا ممكن ابدأ من هنا. وكمل هنا. فدلوقتي بقدر ان انا ادخل جزئين من مختلفين على بعضيهم من نفس السلم ان انا اركبهم على بعض الطلاع لسلم ممتد شوية اكتر من الاولانية اللي انا عزفتها دي. فبقى الموضوع دلوقتي لازم نفهم ان مصدرة الجيتار ديت مش بتتحفز بس صم انها وخلاص. لأ حاول تصحى شوية انت فين من مصدرة الجيتار لانك بعد كده هتبتدي يعني تبقى عارف النوت انت عليها ايه. ده مسلا هيبقى فانت تبقى عارف انت فين بالزبط عشان تقدر تعمل سلامي. وانت بتعمل فكل ما انت حفزت في المصدرة اكتر وتمرنت عليها اكتر واكتشفت اماكن عليها. كل ما بتاعك دلوقتي بقى اقوى. وبقيت عندك ادوات تقدر تطلق افكار في دماغك موسيقية. وانت بتعمل على الكوردات اللي انت عمل لدي. فايدة ايه? في ناس كتيرة بتقولك طبعنا عامل ايه بال الانبروفايزيشن اوضي. في علم الجاز الانبروفايزيشن ليه وظيفة. ان الناس بتقعد تسمع كل واحد دماغه فيها ايه افكاره الموسيقية فيها ايه فالناس اللي بتحضر المستمعين اللي بيسمعوا جاز هيروحوا يتفرجوا على الفنان الفلاني والفنان الفلاني عشان لما بيعملوا هما الارتجال بتاعهم الارتجال نفسه موسيقى حلوة. فانت هتقعد تسمع الرجل ده في افكاره الموسيقية ايه وعمل حتة حلوة الله حتة حلوة هنا وكده. لما الناس بقى اللي بتكتم الحن او عايزة تعزف موسيقى تقليدية كلاسيكية يعني. مش كلاسيكية يعني نقرأ بالجيتار. لا كلاسيكية يعني معنى التقليدي للموسيقى يعني. آآ الناس دي اساسا بتستعمل كوسيلة لخلق الموسيقى. انت بتقعد مع نفسك وتشغل مجموعة كردات معينة وتبتدي تعزف معها او تطلع فتعجبك جملة فتمسك الجملة ديت وتمسك فيها وتثبتها وتبتدي تكررها وبعدين الجملة دي تتطور تبقى اتنين تلاتة اواربعة ممكن تبني عليهم لحنة او اغنية. فهي الناس بتلحن بالطريقة ديت. بيتعتبر وسيلة في انها تبدأ تكتشف الموسيقى بتاعتها وانها تطلع على الحاجة دي. حتى تلاقي الملحنين الكبارة ما بيجي مسلا يلحن او حاجة يمسك العود ويقعد دندن شوية كده بيقولك بيتسلطن او لقيمش بيتسلطن حاجة. هو بيعمل شوية لغاية ما يمسك في جملة هو عايز الجملة دية اه حلوة دي اه جميلة. تمشي على الكلام اللي انا المكتوب لي دوت فيبدأ اللحن يظهر للعيان وكده. فلازم نفهم شوية شوية عن المسطرة بتاعتها الجيتار بتاعتنا عشان نقدر نستعمالها بحيس بعد كده انت ما بتشغلش بالك انت فين على المسطرة انت بيشغلك انت بتطلع صوت ايه منها بحيس انك انت تستسمر الصوت ده وتعمل الموسيقى اللي خاصة بيك. واشوفك الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة